بدل ما العين يفضل قاعد من أول اليوم لآخره عشان ما استني غسلته هو أصلاً بيغسل في مدة قدية من 6 إلى 8 ساعات الغسلة في 6 إلى 8 ساعات وبيغسل 3 مرات في الأسبوع يوم بعد يوم فالموضوع مرهق جداً مرهق جداً للي يدخل المجال ويشوف يعني احنا دلوقتي ممكن نتكلم عن موضوع ونحس إيه ده غسيل عادي لأ بس أن الدم يتفلتر برا الجسم موضوع مش سهل وسيكولوجيكا لي على العيان مش سهل خالص موضوع جداً فأنا فكرت في الفكر طرحت على زميلين جيب جهاز غسيل كلاوية في الواحد ده بإسم الدفعة يكون خير جاري بإسم الدفعة لقيت الفكرة في البداية ما كانش قوي يعني لو لاي أشرف 200 ألف كتير يعني هنجمع 200 ألف الزائق بعد أنت في النهاية طالبة يعني ما فيش مصدر داخل في الزبط طب قلتوا يا جماعة نحن النهار كانت الفكرة جات ليوم 13 رمضان عشان نحمسهم أكتر قلت لهم إحنا إن شاء الله هنكمل التارجد بتاعنا قبل العيد يعني إن شاء الله في خلال الأسبوعين اللي فاضلين من رمضان أنا هجمع 8 الماكنة وهنتفع عليها وتجينا بعد العيد على طول السعرها كانت ديبها 200 ألف 200 ألف فالناس شك ده لو أقل إذا أنت متهزر يعني هنجيب 200 ألف في أسبوعين إزاي وقريدي يعني اللي حصل إن إحنا في خلال 13 يوم مش أسبوعين جمعنا 400 ألف مش 200 ألف يعني جبتوا جهازين الفكرة إن بعد 6 أيام كده كسرنا طارجة الميتال طب يا جماعة الحمس زايد البوستس على جروب الدفعة زايدت طب إيه جماعة إيه رأيكم يلا بعد كام يوم لقينا دخلنا في 380 قريدي كسرنا 8 الماكنة الأولى طب يا جماعة فيه فلوس باقي إيه رأيكم نجيب ماكنة زيادة فكرة الماكنة الزيادة نكمل عليها بقى ونجيب وقت جديد حمسة الناس أكتر الله طب مكانتين هتحطوا في الوحدة أكتر طب يلا الموضوع أنا بقول الفكرة ومش مستني الفيت باقي بلاقي الردود سريعة في خلال 13 يوم كسرنا الـ 400 ألف كمان فكان الموضوع بالنسبة لي مش عايزة أقول هو مش نجاح هو خيال وبقى واقع